قالها ديبلوماسيون إن ثلفي أعضاء مجلس الأمن الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا طلبوا أمس من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش التحقيق في تعرض منشآت طبية تدعمها الأمم المتحدة في شمال غرب سوريا لهجمات وسلم عدد من الدول التماسا ديبلوماسيا رسميا لجوتيرش بشأن عدم إجراء تحقيق في الهجمات التي تتعرض لها المرافق التي تدعمها الأمم المتحدة وقالت الدول إن ما لا يقل عن 14 منشآة مدعومة من الأمم المتحدة تعرضت لأضرار أو دمرت في شمال غرب سوريا منذ نهاية أبريل الماضي منذ أكثر من تسعين يوما أحدث القصف من قبل الحكومة السورية المدعومة من الاتحاد الروسي بذبحة فيما يسمى بمنطقة التصعيد في إدلب في السادس والعشرين من يوليو حدد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 450 مدنيا قتلوا منذ أواخر إبريل بما في ذلك أكثر من مائة في الأسبوعين الأخيرين وحدهما